مساء الخير والحب وسعادة لكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد الساعة 7 حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا عشان هيكون معانا فيها اتنين كتاب كبار ومميزين حصلين على جوائز عربية مهمة هيكون معانا من خلال أبليكيشن زوم الكاتب الأستاذ عمر حسين الفائز مؤخرا بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية لعام عشرين تلاتة وعشرين عن روايته الديناسور رسالة حب من زمن آخر كمان هينورنا في الستوديو الكاتبة الأستاذة راشا عدلي اللي فاسد بجائزة كتارة للرواية العربية لعام عشرين تلاتة وعشرين عن روايتها أنت تشرق أنت تضيق اللي هنروح معاها لسحر الفيوم وأثرها وهنرجع كمان معاها للقرن الأول بعد الميلاد هنعرف منها إيه اللي حصل بين المصريين والرومان وإزاي الشعب المصري ثار ضد ظلم الرومانيين ألف مبروك للكاتب عمر حسين والكاتبة راشا عدلي وما فيش شك طبعا أن الجائزة الأدبية لها مكانتها عند كل كاتب اللي بيخلص لألمه بشكل كبير جدا وبيكون همه الأول أنه يقدم دايما أفكاره موضوعات جديدة ومختلفة لقراءه اللي دايما بيستنوا أعماله ترجمة نانسي قنقر